وتنظم إلينا مباشرة مراسلتنا جوانا ناصر الدين من لبنان مرحبا بك جوانا هناك أنباء عن استهداف أو عن دوي انفجارات في الضاحية الجنوبية في بيروت وهناك أنباء عن استهداف قائد كبير في حزب الله ما هي المعلومات التي لديك حول هذا الموضوع؟ نعم محمد ما سوء خير كل ما تحدثنا معه عنه هذين اليومين وفي الساعة الماضية وعن استقبل الضربة الإسرائيلية في الواقع أنقل عن مشاهداتي الخاصة أو عن تنظر الواقع كنتم في مكان قريب من الضاحية الجنوبية لبيروت وهي منطقة الجناع كمعنى دوي انفجار قوي يعني خليل لكل الموجودين أنها مفرقعة نارية ولكن تبين لاحقا أنه استهداف للضاحية الجنوبية لبيروت نتحدث عن مدرسة ابن أكني مشابه لعملية ارتيال القائد في حماس صالح العروري ليس هناك معلومات مؤكدة ولكن نعلم أنه قريب من مجلس شورى حزب الله في قلب حارة حريك معقل حزب الله والمرضع الأمني للحزب الضاحية الجنوبية لبيروت هناك كثير من التوقعات هناك أحاديث عن أسماء كثيرة عن قيادهم في حزب الله نحفظ عن ذكر أي اسم تصلنا معلومات كثيرة ولكن نود التأكد ولكن أيضا بحسب معلمنا فقط سمح لقناة المنهار الثالثة على حزب الله بالتواجد هناك ممنوع بقول أي وسيلة أعلمية وأي قناة أعلمية إلى الضاحية الجنوبية لبيروت أنقل إليك أيضا أن الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت في عام 2006 حرب تموت واستهدفت فقط مرة واحدة منذ بدء المواجهات الثامن من أكتوبر عند إغسيال صالح العروري إذن بحسب الإعلام الإسرائيلي يقولون أن الضربة الإسرائيلية انتهت على لبنان ولكن لا يمكن التعويل على ما يقوله الإعلام الحذري لأننا سننتظر إذا ما نجحت عمليات الإغسيال كما يقولون إذا ما كان قياد بارد في الحزب كيف سيكون رب حزب الله سننتظر أنه أنصر المستوطنات الإسرائيلية والجليل ووصل إلى المستوطنات لم يستهدفها قبض بالجولان بالصواريخ الكاتيوشة وبالأسلحة على اختلافها وبالتالي ننتظر إذا ما كانت فعلا قد نجحت عمليات الإغسيال وما إذا كيف سيرد حزب الله على هذا الإغسيال هناك معلومات ولكن ليست مؤكدة أن المبنى كان صارغ ولكن هناك معلومات أخرى تحدث عن عملية إغسيال قائد بارد في حزب الله وهذا هو السؤال جواني ألا يوجد إصابات ألا يوجد شهداء ألم تظهر أي ملامح لهذه العملية إلى الآن أولا أقول لك أن المنطقة التي استهدفت هي منطقة مقتبضة بالسكان وهناك معلومات أولية من مصادر طبية تقول أن هناك إصابة لا نعلم إذا كانوا شهداء ولا نعلم إذا كانوا جرحة ولكن أقول لك أن هناك فكتم تام حتى الآن وهناك منع لأي وسيلة أعلمية من الإقتراب من المكان المستهدى ولكن أنقل إليك أيضا أن هناك حالة هستيريا في بيروس يعني فعليا هذه هي السلمة التي تصبح أنا أتير منذ أكثر من نصف ساعة لا يمكن للوصول إلى تحف الشهداء يعني هناك حالة جنون الناس مرتبكة قلقة مجرد ما أنتمعوا باستهداف للضاحية الجنوبية لبيروت بيروت تغري الآن هناك حالة ضعى شديد لا يعلمون كيف ستتطور الأجواء أو كيف ستتنتهي هذه الضربة وكيف ستكون تداعيتها هناك أيضا أخبار عاجلة وردت أن إسرائيل قد اعترفت بأنها استهدفت هذا المبنى واستهدفت قياد بارز في حزب الله وهو كما قالوا يعني هو المسؤول عن الجرائم التي ارتكبت في مجد الشمس على حد وصفه صحيح وعن قتل العديد من المدنيين الإسرائيليين وقالوا أن لا تغيير في توجهات قيادة الجبهة الداخلية وأي تغييرات سنقوم بتحديثها هذا ما صدر عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي وبإعلان رسميا تنفيذها الهجوم ولكن ننتظر لنرى من الجانب اللبناني من جانب حزب الله أنت تعلم محمد أنه خلال هذه الحرب كان أيضا هناك نوع من الثمني على عدم ذكر أسماء شهداء على عدم الإعلان عن أي شهيد إلا قبل صدور البيانات الرسمية وبيانات النعي الصادرة عن حزب الله وبالتالي ننتظر للتأكد من هذه المعلمات إجولنا مشاهد هذه السحب من الدخان الكثيف في المنطقة التي تم استهدافها يعني ما مدى قوة الصاروخ الذي تم إطلاقه على المنطقة دوية الانفجار هل كان كبيرا؟ إذا توفرت لديك معلومات التحليل العسكري الأول يقول أنها مسيرة إذا أمكنكم أن تروا في الصور والفيديوهات التي أرسلناها هناك مبنى سكني يتضمن العديد من الشقاك السكنية وبالتالي الضربة استهدفت هذا المبنى بالتحديد الأكيد أن الاستهداث كبير جدا وأقول لك أن المنطقة مقتضى جدا بالسوقات أنقل إليك الآن أنقل فقط عن موقع كاليبر العبري يتحدثون عن اغتيال المستشار العسكري الكبير لنصر الله لن نذكر أسماء ولكن هذا ما يعينه الأعلام العبري لا نتبنى الرواية ولا نتبنى الأعلان ولكن هذا العاجل الآن يجب أن موقع كاليبر العبري ويتداول بالأعلام العبري عن اغتيال كبير مستشاري نصر الله والرقم 2 في حزب الله ولكن أعود وأقول أن وسائل الأعلام الإسرائيلية تتحدث عن أسماء أخرى وبالتالي حتى الأعلام العبري والإسرائيليين ليسوا أكدين ممن تم اغتياله هناك أيضاً إعلام عبري يتحدث عن منسق رئيسي في حزب الله هناك ضيوع في المعلومات حتى الإسرائيليين هناك تخويق وتهويت وتحدث ورمي أسماء هكذا أول ما ترسلنا أي معلومة في هذا الجساء سننقلها لكم على الفور إذن سنبقى معك جونة ناصر الدين لمتابعة آخر التفاصيل حول هذه العملية العسكرية التي قامت بها إسرائيل واستهداف لمبنى في الضاحية الجنوبية في بيروت وكما تشاهدون هذه الصورة المباشرة من تلك المنطقة أو عفواً هذه الصورة التي وصلتنا من تلك المنطقة والاستهداف لقياد كبير كما تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية وحسب ما نقل عنهم أنهم استهدفوا كبير مستشاري ناصر الله والرقم اثنين وهو منسق رئيسي وأيضاً يعني بعض القنوات الإخبارية الإسرائيلية تحدثت أنهم استهدفوا المنسق الرئيسي في حزب الله سنوافقكم بآخر التفاصيل حال ورودها إلينا وسنكون مع هذه الصور التي أمامنا